دعم التحول الديمقراطي حول حق الحصول على المعلومات البرلمان يبدأ دور لنقاد الخامس والأخير وتقارير صحفية تتحدث عن طريقة تشكيل البرلمان الجديد وأخيرا نناقش مستقبل الحرك الشعبي بعد التغير الملحوظ في الخطاب الآلمي والسياسي ترجعون أهلا بكم قدم مؤتمر مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في تونس دراسة بعنوان حق النفاذ للمعلومات مخاض التشريع وتحديات التطبيق في تونس ومصر وليبيا حاولت الدراسة تفكيك المنظومة التشريعية والسياسية والاجتماعية وعلاقاتها بالحق في المعلومة والتحديات التي تواجه تطبيق هذا الحق مع عرض توصيات لتحقيق تقدم في هذا الملف مزيد من التفاصيل في هذا التقرير الربيع العربي كان له نتائج متباينة في كل دولة خاضت مرحلة من الاحتجاجات والتغيير ولكن أمر يجمع غالبيات البلدان هي زيادة الانشغال بمبدأ محاربة الفساد وأتاحة المعلومات التي قد تساعد في ذلك وبتفشي استخدام الانترنت أصبح مبدأ الحق في المعرفة أمرا قد يشغل الرأي العام أكثر من ما كان في الماضي إلا وأنه بحسب مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان توجد أزمة في هذا الأمر بالعالم العربي وفي هذا الإطار عقد المركز ندوى صحفية في نقابة الصحفين التونسيين بالعاصمة عن حق النفاذ للمعلومات بين مخاض التشريع وتحديات التطبيق في كل من تونس ومصر وليبيا ووقف الباحثون على بعض الاختلافات الجدرية بين البلدان الثلاث في هذا الأمر الاختلاف هو أنه في تونس عنا الحق النفاذ للمعلومة مكرس في الدستور وفي القوانين وفي الترتيب فالعمل يكون على التطبيق في ليبيا ما فمش الحق هذه في مسودة الدستور لكن هي فقط مسودة لأن المجلس التشريعي ما فمش في ليبيا في مصر يعتمد المجتمع المدني الحقيقي على نقاط مختلفة متفرقة في الدستور وفي القوانين يحاول أنه يطبقها وفي مصر يرى الباحثون أن الأوضاع الحالية قد تعطي فرصة لترسيخ حق نفاذ المعلومات اليوم في مصر فما فرصة اللي هي الدفع من أجل قانون خاص بالنفاذ المعلومات خاصة بالتحركات اللي صارت مؤخرا اللي هي يعني عكسة اهتمام شعبي بالمعلومة اللي هو ممكن ردة فعل الدولة أو خنقوله النظام تكون ضمان هذا الحق فعلى الرغم من إقرار الدستور بحق المواطن في المعرفة لا يتم اللجوء إلى الحق في المعلومة كآلية مقننة بعد ونادرا ما حاول المشرعون سياغة قانون مباشر لهذا ويقول الباحثون إنه لم يكن مطلب مباشر في الشارع المصري وأن عدم وضوح الحق في المعلومة تاريخيا يرجع أولا لغياب نص دستوري واضح منذ دستور سنة 1971 حتى دستير عامي 2012 و2014 وندو عام 2012 حاول بعض المشرعين في خمس مرات مختلفة إعداد مشاريع متعلقة بالشفافية وإتاحة المعلومات إلا أنه مع التقالبات السياسية الكثيرة وغياب الإرادة السياسية لم تمر أي من هذه المحاولات مرحلة مشروع القانون وعلى الرغم من وجود مراكز منظمات حكومية تعمل على جمع وإتاحة المعلومات مثل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارة الثقافة وغيرها إلا أن الحق في نفاذ المعلومات غير مكفول ما أدى إلى دعوة أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلزام المجلس الوزراء بتنظيم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات دعوة لم يتم البد فيها بعد وتبقى أمال الحق في المعرفة معلقة مع عامل عدة للحقوق في مصر نرحب عبر الأقمار الصناعية بالأستاذ محمد أمران المدير التنفيذي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان محمد برحب بيك معي في توقيت مصر يمكن موضوع الحصول على المعلومات حرية تدوى المعلومات في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص فيه مشكلة كبيرة جدا وفيه حالة تسيولة مش معروف إيه اللي يحدد المعلومة دي متاحة ولا غير متاحة إيه اللي يحدد أدوات الوصول للمعلومة مفيش قانون واضح مفيش حتى ممارسة رشيدة في هذا الإطار مساء الخير يا أستاذ تامر مساء الخير للأستاذ المشاهدين زي ما حضرتك ذكرت يا أستاذ تامر أن الأزمة هي موجودة في الوطن العربي وفي مصر بشكل خاص لأن الحق في النفاذ للمعلومات الحقيقة هو دي العامل المشترك حتى للإناء في ليبيا وتونس هو ما بيجيش دائما في الوطن العربي ومش جاي من قاعدة شعبية دائما بيسقط من أعلى إلى أسفل المواطن العادي مش مهتم بأنه يفهم أنواع المعلومات اللي هي تمس حياته اليومية وده بالتأكيد بيسمح لأي دولة ما عندهاش قانون المنظم للمعلومات زي مصر أن هي تعمل نوع من الاحتكار على المعلومات ومصادر تلك المعلومات وحتى نوع المعلومات اللي بيتم نشره هو كمان بيتم فيه احتكار نفتكر أن احنا في أقل من سنة كان في حملة قوية على القنوات المصرية لنحقق أن تعرف وكانت المعلومة اللي بتوصل كلها هي إنجازات النظام وما فعل النظام وليس هي المعلومات الحقيقية التي يريد أن يعرفها المواطن وهو ده ما نعني به هو التحكم والسيطرة في نوع المعلومة وفي مصدر المعلومة وكمان في نوع المعلومة اللي بتتنشره طيب يعني الحقيقة أنه في حالة سيولة لأنه لما تيجي تتكلم عن حد تهم القبض عليه يقول لك تنشر أخبار تضر بالأمن القوم نشر معلومات ضد الأمن القومي التمث بالوحدة الوطنية هل في تشريعات في مصر بحكم متابعة حضرتك لهذا الملف وانت بتهدي تقليل تشريعات بتوضح الخط الفاصل بين المعلومة اللي بين قسيم بتهدد الأمن القومي بين المعلومة المحزور نشرها وبين المعلومة المتاح نشرها لأن الواضح هي أن كل المعلومات تقريبا محزور نشرها هو الأسف القوانين المصرية أولا ما عندناش في مصر قانون منظم للوصول للمعلومات والمواد الخاصة بالوصول للمعلومة هي متودة في مجموعة قوانين مختلفة على سبيل المثال القانون الأخير الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللي هو قانون رقم 180 لعام 2018 في مواد كتير تتيح النفاذ إلى المعلومات ولكنها خاصة فقط بالصحفي أو بالإعلام كذلك هناك مواد تحذر أن أنت توصل للمعلومة ودي آلية بيستخدمها المشرع المصري حضرتك من السبعينات وإحنا ماشيين بنفس النسق دوت يعني إحنا لو نعد القوانين اللي هي ملتصقة بي الحق لنفاذ للمعلومات هللاقي إن إحنا عندنا القانون رقم المرسوم بتاع المجلس العسكري يعني هلتكلم مع أحداك بعد الثورة عندنا مرسوم خطير جدا بتاع المجلس العسكري اللي هو رقم 4 لسنة 2012 اللي هو الخاص ببعض القانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأجازة المصالحة في بعض العقود الخاصة بالدولة اللي فيها مشاكل وبعد كده طلع قرار آخر اللي هو القانون رقم 32 لسنة 2014 ده قانون لتحصين الطعن على تلقى العقود يعني أصبح المواطن مش من حقه بس أن يعرف العقود دي فيها إيه لا كمان بقى مش من حق المواطن أنه حتى يطعن على العقود دي قضائيا فالحقيقة حالة منع غريبة جدا خاصة من بعد الثورة بالرغم من أن المواد الدستور يبدأ يظهر المادة مواد الخاصة بالنفاذ إلى المعلومة بالحق النفاذ في المعلومة من ابتداء من دستور 2012 و2014 والتعديلات اللي على 2014 ولكن في نفس الوقت بيظهر قوانين تضرب في مقتل حق النفاذ إلى المعلومة يمكن في الفترة الأخيرة تحديدا يعني في بعض الحوادث اللي شاريتها مصر كان في تجديد دايما من المجلس الأعلى تنظيم الإعلام والجهات المنظمة يعني لهذا الأمر إنه ممنوع نشر أي معلومات إلا البيانات الرسمية هل ده موجود؟ هل ده معقول؟ لأنه ما فيش منطق أبدا أن يقول أن أنا كصحفي أبقى موجود في قلب الحدث ثم أدار شنشر واستنى البيان الرسم وده أعمل مشاكل كتير الحقيقة قبل كده يعني مش بس هو بينتهك حق المواطن في المعرفة ويكون عنده رغبة أن يعفل معلومة آية كم مصدر هيا هيا شوف يا أستامر حضرتك نرجع لما ابتدنا حوارنا قلنا إن الدولة لما بيكونش فيه قانون منظم من المعلومات بتتحكم في نوع المعلومات وهو ده نوع من أنواع التحكم أليه من ألات التحكم يعني إن أنا يكون عندي قوانين زي القانون اللي بينظم المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم الصحافة يكون فيه قانون بيتيح للصحفي وللإعلامي تحديدا النفاذ لمجموعة من المعلومات ويحط مجموعة من المواد اللي تخلي الصحفي أو الباحث من حقه أنه يخش أي يطلب المعلومة من أي جهة حكومية ويكون في الجهة دي تكون فيه مختص بالإعلام علشان يبلغ الإعلام ولكن في نفس الوقت يروح تطلق يطلع قرار آخر يقولك ممنوع عليك أنك تنشر إلا البيان الرسمي تروح عشان تحصل على معلومة تلاقي المسؤول عن المعلومات ده بيديك فقط البيان الرسمي وساعات حتى ما بيكونش بيان الرسمي ساعات بيكون بيان سامسونج يعني فحضرتك إحنا فعلا دي أزمة في فقاليات التطبيق وفقاليات التنفيذ وفيه أزمة في القرارات والقرارات المضادة وفيه أزمة في عدم احترام الدستور اللي بينص على وجود القوانين دي تعال حداك النهاردة القوانين الدستور بينص على احترام الحرية الشخصية لأنه فيه مجموعة حقوق ملاصقة للحق في النفاس المعلومة يعني احنا بنتكلم لو نتكلم على حق النفاس فانهم يعني نتكلم على حرية الإعلام بنتكلم على حرية الصحافة بنتكلم على حماية المعطيات الشخصية والنهاردة ما يحدث في الشارع المصري من تفتيش للهواتف الجوالة والدخول في المعطيات الشخصية للأفراد بدون أي وجه حقه بدون أي سنة قانوني يعني بشكل لم تشهده مصر من قبل مثل هذه الإجراءات لو كمان نركز في الموضوع أنه هو ناتج عن تغييب المعلومات يعني إحنا لأن إحنا ممنوعين أن نعرف المعلومات التي تحصل في أجهزة الدولة وبالتالي يتم ما ذكروا المقاول المتمرد محمد علي على فكرة الإسناد المباشر وإهضار الأموال وبالتالي حتى إحنا محرومين إن إحنا نعرف المعلومات دي ومحرومين حتى من إن إحنا نقاضي عليها أو نطعن عليها وبالتالي المعلومات دي لما خرجت أعتقد إن هي كانت نتيجتها واضحة للجميع ولغاية النهاردة بيحاول النظام معالجة توابع هذه المعلومات اللي هي لو كانت بتتم في إطار قانوني صريح كنت مستحيل نوصل للحالة اللي إحنا فيها النهاردة طيب أخير الحاجة تحدثت عن التوصيات عن التوصيات في المؤتمر إيه أبرز التوصيات يعني كده سريعا في نقاط طيب إحنا تحديدا حددنا في الدراسة ثلاث توصيات في أساسيين ووصفنا في كل دولة التوصيات دي ممكن تكون إزاي قابلة للتنفيذ إحنا تكلمنا على إن المحتاجين إن إحنا نعمل ترسيخ شعبي للحق في المعلومة بالنسبة لمصر صحيح أن الواقع السياسي في أزمة وفي قيود على المجتمع المدني وعلى الصحفيين وعلى الإعلاميين وعلى المشاطاء وعلى الحقوقيين ولكن هناك ما يشجع إن إحنا نعمل مبادرات شعبية تصير التساؤل لدى الشعب عن حياتهم اليومية ولنا في فيديوهات المقاول المتمرد محمد علي مثال إن مجرد المواطن ما شاف الميزانية بتاعته إزاي بتتصرف شاف الألية الفزدة اللي بيتم صرف بها بنود الميزانية سواء إذا كانت ألية فزدة على مستوى التطبيق أو على مستوى الأولويات وبالتالي ده حرك إحنا المفهود المجتمع المدني يبقى من ده ويبتدي يعرف المواطن ويبتدي يعمل حملات تعرف المواطن الحياته اليومية ما يحتاجه من معلومات ويخلي المواطن عنده سياسة النفاذ للحق للمعلومة التوصيات الثانية اللي احنا اتكلمنا عليها وهو فكرة تدعيم السياسات العامة للحق في المعلومة الحقيقة برضو مصري هي وضع خاص لأن بالرغم من أن الجو العام لا يسمح أن نقول نطمح بوجود قانون ينظم المعلومات لأن الخوف أن يطلع قانون مش جيد ولكن يجب أن نعمل على أن يكون فيه تقنين للحق في المعلومة التوصيات الثالثة وهو دعم أو تعزيز حماية الحق في المعلومات وده في مصر تحديدا يكون محتاج استمرار مصر الحقيقة المنظمات الحقوقية المصرية والمحامين الحقوقيين المصريين لهم تاريخ جيد جدا في استخدام أليات التقادي الاستراتيجي والحصول على أحكام جيدة جدا جدا من المحكمة البستورية أو من الإدارية العليا لكن انت عارف المشكلة الموجودة في فترة الأخيرة علق بالحريات الممنوحة لمنظرات المجتمع المالي ننظر عليها دايما على أنها عادو أنا بشكره شكرا جزيلا أستاذ محمد عمران المدير التنفيذي لمركز دعم التحاول الديمقراطي وحقوق الإنسان شكرا جزيلا بدأ مجلس النواب دورة لنقاد الخامس والأخير والمقرر استمراره حتى نهاية يونيو 2020 بالتزامن مع ذلك نشر موقع مدى مصر تقريرا تحدث فيه عن صدور توجيهات رئاسية بتجميد عمل المجلس بعد إصدار قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بعد تقنين إجراءات أمنية جديدة بحق المواطنين تحدث الموقع أيضا عن سحب ملف انتخابات البرلمان المقبلة من جهاز المخابرات العامة إلى الأمن الوطني بعد فشل المجلس الحالي سياسيا وشعبيا نضم إلينا في ألستوديو السيد محمد النبي العضو المكتب السياسي لحركة شباب ستة إبريل والمتحدث باسم الحركة السيد محمد برحب بيك معايا في توقيت مصر أهلا بيك مش هنتكلم عن الحالة الجديدة والتصريحات اللي قالها النواب لأنه برضو إحنا فيه جزء مخصصينه في الحلقة لهذا الكلام ولهذه التصريحات المختلفة لكن أحسن نقيم الأربع سنين اللي فاتوا ده الدور الخامس دور النقال الخامس والأخير عندنا انتخابات السنة جاية في 2020 انتخابات برلمانية خلال الأربع سنين اللي فاتوا واضح أن المجلس ما نالش الاستحسان الشعبي لا أداء سياسي لا المواطنين حسوا به وأخيرا كمان بحصل المنشور في مدى مصر واضح أن السلطة كمان مش راضية عنه ومش حبة الطريقة أو مش يعني شافت أن الطريقة اللي جي بيها ما قدتش البرلمان ممكن يكون قوي ومساند لها لا هو برلمان مساند لها طبعا يعني برلمان هيعمل أكتر من كده قد ترخيله للسلطة هننكلم على قوانين أفتكر في أول 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 انعقادها حوالي أقر حوالي أكتر من تثمائة وستين تثمائة وسبعين القوانين رجعوا أحصاواته على التنزع ترانو صنفيل وعملوه بس أنا أعتقد كالعادة يعني النظام لما بيحس أن الوضع فيه أزمة فبيب يبدأ يضحب بوجوه أو شخصيات ممكن أن يتم التضحية بها في مقابل رضا الشعب ففكرة أن النظام مش راضي على المجلس الحالي لا هو هيقدم المجلس الحالي كبش في ده علشان يمتص غضب الناس يمكن الموضوع مالوش علاقة بتقديم الخدمات أو بتمرير القوانين لأنه ممكن نظام أي حد يعمله ده لكن ربما المقصود أنه ما فيش حتى الشخصية السياسية اللي هي لمعة يعني في برلمان 2012 كان فيه نواب هم هم نفس النواب اللي موجودين دلوقتي لكن كان ليهم حضور كان ليهم تصريحات كان ليهم فواضح أن المناخ واصل للنواب نفسهم مناخ التديق ومناخ المنة واضح أن النواب نفسهم حتى شادرين يعملوا الدور ده لا أنا أفتكر كده بقى مجلس الشعب بتاع حسن مبارك يعني كان فيه ناس فاهمين ونس فاهمين زي دير وأجواء معارضة ومقابل أجواء مؤيدة فنوصل لوضع ممكن يحسس الناس أنه فيه أمل أو فيه حد ممكن يقول حاجة فلو هنتكلم على مجلس الشعب الحالي مفيش خالص الناس بتطلع حتى أنا أذكر أنه كان في التصويت على الموزنة الحالية فيه نائب طلع قال أنا معطلد على كذا 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 ومحدد فتعلي عبد العيل قال له طبو عليه قالوا موفق دين أقرأ دين أقرأ أنا معطلدين حاجة لكن وقت الموفق فالتاني هي طريقة إدارة الصراع وطريقة إدارة الخلاف وطريقة إدارة حتى الشكل العام بأصاد الشعب عشان يظهر الشكل شيك يعني يبدأ ناس تحسن قال فيه شكل شيك للموضوع فده طبعا مش حاصل وحتى يمكن معرفش طبعا ضقة أخبار اللي جاية من مدى مصر ولكن في الآخر بيقول لك أنه سيبدأ يسل الملف المجلس الشعب من المخابرات للعمل الدولة لأن العمل الدولة هي دي لعبتهم من زبان يعني هم اللي كانوا بيزبطوها وبيبقوا عارفين مين ينزل في الدايرة دي ومين مين ينزلش في الدايرة دي مين عنده رضا يعني عنده قبول عند الناس في المنطقة دي أو غيرها المخابرات كانت تتفعامل زي ما بنقول كلنا باستعلاق مع الملف ده هو ده وهو ده اللي موجودين وكل حيواثق عليه فيعني دي أعتقد طبيعة الأزمة مع مجلس الشعب الحالي أن النظام نفسه حاس أنه زي ما كان بيعمل في كل حاجة الحقيقة يعني كله بالفرد وكله هو كده والمواطن ياخد على المهو يسقط ده بدأ يحس أن الموضوع مش هيبدأ يمشي بنفس الطريقة خلينا نروح للأستاذ سيف الإسلام عيد الباحث في مركز الدوحة للدراسات سيف الإسلام دايما لما بيكون في توزيع للسلطة بيكون كل قطاع كل هيئة وغدى جزء فبالتالي لما هذه الهيئة تعمل مشكلة النقد يوجه لها مباشرة خلال الخمس سنين اللي فاتوا كان فيه تفريغ كامل لكل الهيئات ولكل السلطات وكانت متركزة فقط مش بس في سلطة رئاسة الجمهورية هل دا اللي قد برضو ان لما يكون في مشاكل برضو رئيس الجمهورية هو اللي يتلقى كل الانتقالات هو اللي الناس تنزل ضده في الشوارع لانه هو فرق كل سلطات بما فيها البرلمان طبعا من مضمونها بالطبع يعني هناك دولة تقوم على حكم فرد واحد فقط تركزت كل السلطات في يد عبد الفتاح السيسي ومن على شاكلة عبد الفتاح السيسي لكنها في النهاية راجعة إلى شخصه ولذلك كان الموضوع منعكس على هتفات الشعب في الأسبوع الماضي والجمعة الفائتة والجمعة التي سبقتها كانت كلها تتركز لشخص عبد الفتاح السيسي فقط لم ينادوا ضد وزير الداخلية لم ينادوا ضد قطاعات من أجهزة الدولة كانت الهتفات واضحة ارحال يا سيسي لأن كان هناك فطنة وأنا أدعي أن الشعب لديه من الذكاء ما يدري به أن السلطات كلها وأن الآمر الناهي في هذا النظام هو عبد الفتاح السيسي فالأمر واضح وبديهي وكل هذه السلطات التي تحوم حوله وكلها تسبح بحمده مثل السلطة التنفيذية للحكومة أجهزتها سلطة قضائية كذلك المؤسف في ذلك أيضا أن تكون السلطة القضائية وسلطة تشريعية مجلس النواب الصوري الموجود حاليا والذي يحاولون اليوم رمي بعض الأعباء عليه وتحميل بعض النواب وبعض المسؤولين مسؤولية ما حدث للشعب هذه كلها أشياء شكلية هذه السلطات الموجودة حاليا كانت فقط لاستكمال دولاب الدولة أو شكل الدولة أو أن هناك لدينا سلطة تنفيذية أو لدينا سلطة تشريعية منتخبة من الشعب وكلنا يدري أنها صيغة في أرواق المخابرات العامة طيب يعني برضو هادك لنقطة مهمة لأنه علي عبد العال رئيس البرلمان النهاردة لما كان بيوجه انتقاد الحكومة واضح أنه فيه توجه هنا أن الحكومة هي الغلطانة الوزراء هم عندهم مشاكل الحكومة هي لمصدرة المشاكل للمواطنين فكانت تصريح من دكتور علي عبد العال قال لن نسمح للحكومة بتصدير المشكلات لرئيس الجمهورية يعني واضح أنه بيعاني منها المواطنين من 4 أو 5 سنين ده برضو يبين لك إزاي الموضوع مركز طول الوقت في شخص الرئيس نعم يعني هو ضحكم كلبك التصريح الذي أصدره اليوم علي عبد العال كعادة تصريحات هي تصريحات مضحكة ومكية في نفس الوقت هي كوميديا سوداء ماذا يعني بأن تصدرون المشاكل لشخص الرئيس ولذلك أنه هناك توجه من النظام ناحية هذا الأمر ولا أستبعد أن يتم في الأيام المقبلة تغييرات شكلية ربما يتم إقالة رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أو أو إقالة بعض من المسؤولين البارزين ووجدنا هذا الأمر اليوم في استدعاء النظام لبعض من وجوهه مثل عبد الرحيم علي ومصطفى بكري وبعض من الذين خرجوا اليوم يتغنون علينا باسم الحرية نحن نريد حرية في الصحافة حرية في الإعلام حرية النقابية حرية في العمل الطلابي تحدثوا عن أشياء ومحور مش عايزين نقفز عليه عشان يعني ياخد حق في النقاش خلينا نروح مرة تانية يا أستاذ محمد نبيل محمد هنقفز خطوة كده صغيرة ونشوف البرلمان القادم إحنا كلمنا عن البرلمان الحالي واضح أنه مراداش حد حتى السلطة واضح أنها مش راضي عنده بمرة قانين أو غيره لكن في النهاية وقت المشاكل اتصدر له هو المشكلة هل البرلمان القادم تعتقد أنه ممكن يكون بصيغة مختلفة بشكل مختلف يسمح فيه لبعض الوجوه المعارضة بأنها تكون موجودة يسمح فيه ومالك أن البرلمان الجديد هيكون أقل 150 نائف تقريبا من الموجودين حاليا فهو هيكون ببرلمان أصغر حجما هل تتوقع أن اسميناريو ده يحصل؟ هو المصلحتهم أنه ده يحصل الحقيقة يعني لازم يبقى فيه تنفيذ للناس أن هي تبدأ حاليا تبدأ تقول رأيها الرسائل اللي جاية من اللي هي تقدر تقول وسطاء النظام دايما أن هم يوصلوا الرسائل غير مباشرة للمواطنين عن الأوضاع اللي جاية يقولوا أنه هيبقى فيه انفراجة فهو الحقيقة لمصلحتهم والأمنهم أن هم يبدأوا يفتحوا مساحة للمعارضة والحلية الرأي والتعبير طيب لو فضل أني مثلا دلوقتي عندهم مركز أدد القادة والشباب اللي كانوا بيطلعوا في مؤتمر الشباب بتاعهم وكلام ده لو هو دول النس اللي هم نوين اللي هم يصدروهم في الفترة الجاية بإحنا ما نعناش حاجة لأنه ياسر رزق لما كلم المرة فاتت عن أنه هيحصل فيه إصلاحات وتعديل الدستور تعديل الدستور بالشكل اللي احنا شفناه وهو حتى الآن لحد لوقتي لما يكتب المقالي الجديد اعتبر ده من ضمن الإصلاحات اللي تمت يعني لو دي الإصلاحات فلا أرجعها أنا أتمنى لا أتمنى بعد اللي حصل من بعد 20 سبتمبر ده يبقى فيه حد واخد الأمر بجدية إنه هو لازم الأمور ما بقيتش زي الأول وما ينفعش تضحك على الناس يجيب كم شاب لابسين شيك وبيكلموا يعني كلم عربي وكلمتين إنجليزي يقولون ده لهم اللي بيعبروا عن الناس لا فلازم بيقى فيه حد ده أخد الأمر بجدية حد أرى المشهد بقراءة صحيحة مش فكرة إن الناس قدرت إنه كده هتمنعهم إنهم ينزلوا في الجمعة اللي فاتت لأتقرأ إنه فيه غضب شعبي حقيقي وإنه لازم بيقى فيه مساحة حقيقة للمعارضة لازم الناس تطلع من المعتقلات لازم بيقى فيه مساحة للصوت المعارض غير كده هتبقى قزمة جديدة أنتوا هتكملوا بنفس الشكل الصوري والناس اللي نزلت الجمعة اللي قبل اللي فاتت واللي أنتم منعتم تنزلوهم الجمعة اللي فاتت الناس دي إذا عرفت المرة دي أنك تمنعهم من ده المرة الجاية مش هتعرف وهتبقى أزمة لكل فالحل؟ الحل فعلا إصلاحات جدية حقيقة ويتعرف إن الطريق ده طريق مسدود اللي احنا فيه ده دلوقتي زي فترة حصل مبارك قبل الثاوض 25 يناير فترة 2010 لما استمر في الآخر أفتكرة أحمد عيز في انتخابات 2010 قال للناس لو كانت مؤترضة كانوا نزلوا ده كان قبل الثورة بحوالي ثلاث شهور مساء يعني وكانوا وضح للقمر مستقل للنظام 100% بعدها الناس نزلت في 2011 وكانت غضب واضح فإنكار ده وعمل مشهد مش حقيقي مصطنع أن الدنيا تمام مش مش هيف طيب خلينا نروح مرة تانية السيف لأنه التقريب اللي نشر ومدى مصر والنقاشات حوله والحياء فيها حاجة ملفتة لأنه الكلام عن نقل ملف تشكيل البرلمان من المخابرات العامة إلى الأمن الوطن الحالي مش هام أصلا الجملة يعني إيه من يشكل البرلمان سواء الماضي أو الموق بالآن كان الجهاز هو جهاز أمني منتمي للسلطة التنفيذية هو اللي بيهندس وهو اللي بيعد إزاي ييجي البرلمان اللي هيرائب سلطاته المفروض هو مرحلة يعني ربما هناك رؤية جديدة للبرلمان الجديد لكنها لن تختلف عن البرلمان الحالي البرلمان الحالي في صورته لم يقدم واحد في المئة من تطلعات الذين انتخبوه هذه القلة القليلة التي انتخبت البرلمان الحالي هذا برلمان مجرد من جميع السلطات برلمان كان يعني كان أضحوكا أمام العالم وأمام المراقبين وأمام الباحثين يعني لكن نقل هذه التجربة إلى أروقة الأمن الوطني وهو يعني الخبير بالشأن الداخلي المصري يعني ربما هم مخابرات داخلية ربما يعني يوجد له طابع شكل جديد لكن لن يغير من جوهره أو لن يغير مما يخرجه أو لن يوجد مثلا سلطة حقيقية تشريعية تعبر عن آراء الشعب وأعتقد أن هناك فتور يعني الجماهير عندما يعني نزلت إلى الشارع في الأسبوعين الماضيين لم تهت ضد البرلمان لأنهم يدرون أن هذا البرلمان مجرد من كل السلطات هذا البرلمان شكلي هذا البرلمان لم يصدر قانون واحد في رأي الشعب كان فقط برلمان موافقة على ما تقترح عليه الحكومة كان برلمان تصديق على تشريعية الحكومة ليس أكثر لكن إضافة لكلام محمد عن موضوع أنهم قد يأتون بنخب جديدة قد صنعوها أيضا في برامجهم زي برنامج الرئاسي أو أكاديمية ناصر أو مؤتمر الشباب أو هذه المؤسسات التفريخية الجديدة لهذه الدولة العسكرية لا أعتقد أن الناس أيضا ستلبي الطموحات هؤلاء تم تنشئتهم تنشئة استبدادية فلن يلب طموحات الشعب وتطلعاته في أن يكون لديهم سلطة تشريعية مستقلة تسن قوانين تحقق رغبات الشعب وما إلى ذلك لا أستبعد أن يكون البرلمان القادم إذا كان هناك أصلا برلمان قادم أستبعد أن يكون يعني معبر ولو بشكل ضئيل عن طموحات وأراء الشعب المصري طيب يعني أنت استخدمت لفظ أنه النقل من جهاز أمني إلى جهاز أمني آخر هو مجرد إجراء شكلي محمد في مدخلته السابقة تكلم عن أنه كان فيه فرق بين الطريقة التي يعد بها الأمن الوطني وأمن الدولة وقت مبارك والطريقة التي أعد بها المخابرات البرلمان الحالي فحتى لو من جهاز أمني لجهاز أمني لكن ربما طريقة الاختيار انتشار الأمن الوطني بشكل أكبر في كل المحافظات والدوائر ومعرفته بالوجوه اللي لها قبول والوجوه الملهاشة قبول ده مش ممكن يعمل تغير ولو نسبي يعني ربما يحدث تغير شكلي ولكن لن يحدث تغير في الجوهر هذا شيء يعني هذا ما أعتقده وهذا ما أسلم به لكن هناك لفتة طفيفة ربما نضيفها في هذا الأمر في 2014 و2015 حينما تم انتخاب هذا البرلمان كان الأمن الوطني لم يحصل على هذه السلطة التي حصل عليها في الأمم الماضية حضرتك تعرف أن جهاز أمن الدولة تم حله بعد الثورة وبعد ذلك تم وضع جهاز الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني له هيراركية مختلفة عن جهاز أمن الدولة وله أسلوب عمل مختلف وتم هيكلته أكثر من مرة كان أخيرا في عهد اللواء مجد عبدالغفار ومن ثم وضع استراتيجات جديدة للأمن الوطني واخترق الدولة أكثر فأكثر ربما فقط لتخفيف الكاهل عن المخابرات تم نقلها إلى الأمن الوطني لن يتغير شيء في الاستراتيجية لأن السلطات كاملة وشكل الدولة كاملا ليست لدينا دولة بها مؤسسات وأجهزة ومراكز للثقل وما إلى ذلك هذا الأمر كله لا أعتقد أنه موجود حاليا في الدولة المصرية المشكلة بالنظام عسكري بعد 2013 تمام شكرا جزيلا أستاذ سيفل إسلام عيد البحث في مركز الدوحة لدراسات كونت معنا عبر الأقمار الصناعية بسم حمد نبيل هستاذنك تفضل معايا هنخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لنستكمل باقي فقرات بتوقيت مصر لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم من جديد في هذا الجزء من الحلقان نعيش مستقبل الحراك الشعبي والملف الحقوقي بعد التغيير الملحوظ الذي ظهر في اليومين الماضيين في الخطاب الإعلامي والسياسي للإعلاميين والوزراء والنواب الداعية للمصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية والإعلامية واحترام الرأي الآخر وبعد قرارات الإفراج الأخيرة أيضا عن مئات المحتجذين على ذمة تظاهرات العشي من سبتمبر فهل الدولة جادة فعلا في فتح صفحة جديدة مع المعارضة ورف يدها عن الإعلام وتكميم الأفواه وتمكين الأحزاب والقوى السياسية من القيام بدورها هذا ما نحاول إجابة عليه في هذا الجزء وجد الترحيب في الستوديو بلسر محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة الشعب 6 إبريل أيضا ضم إلينا عبر الأخمار الصناعية صفوان محمد الباحث والناشط السياسي صفوان برحب بك معايا خلينا أبدأ معاك حول هذا التغير في لهجة محسوبين على النظام إنجاز التعبير سواء إعلاميين حتى نواب الأكثر يعني مزايرة على الجميع في الفترة السنوات الماضية شوفنا بصوان بكر وعبد الرحيم علي وأسماء وحتى علي عبد العال نفسه بتشوف إزاي الحالة دي صحفيين وكتاب ويعني سياسيين كلهم شايفين إن كان فيه حاجة غلط وإنها المفروض تتعادل الفترة الجاية لا يعني الحقيقة من وجهة نظري أنا مش شايف أي تغير حيحصل وشايف إن ما فيش أي تراجع وهم ماشيين في السكن اللي ماشيين بيها ومكملين للآخر من وجهة نظري برضو إن السيسي مدرك تماما للخطأ ده طبعا من وجهة نظره ده يعني تحليل الشخصي مدرك تماما للخطأ الواقع فيه حسن مبارك بفكرة خليهم يتسلوا فهو كان حسن مبارك وقتها كان عطينا مساحة صغيرة للتمدد وكان الجيش راجع الخطوة الوراء ما كانش في صدرة المشهد فكلنا بننزل مظاهرات ويعني وبنتسحل برضو كل حاجة بس أيام السحل الوطني الجميل كده الوسطي الجميل إنما السيسي أدرك تماما إن ده هو تسبب في في المبارك اللي قعد تلاتين سنة في الحكم وإن عشان مساحة التمدد دي كانت سبب في قيام ثورة يناير وزي ما قلت بلكده إنه هو في ثورة يناير بتمثل للسيسي شبح فهو مش عايز يقرر المشهد ده فبالتالي بيصحق أي حراك من قبل ما يبدأ فهي دي الاستراتيجية بتاعته فهو تمكن تماما من كده وهو يعني بقى بيقمع وطيرة القمع والأسلوب القمع ماشي منتهي يعني واخده لآخر الخط فأنا ما اعتقدش إنه هو في الوقت الراهن إنه هو هتراجع لأن حتى لو هو تراجع يعني لمؤشرات يعني هو الحاجات التصريحات طول عمرها طول عمرهم من أول لما حكموا الغد دلوقتي بيتكلموا إن مصر دولة القانون ودولة الحريات ما فيش حد بتقبض عليه خارج إطار القانون وإلى آخره ولكن على أرض الواقع ما فيش أي حاجة حصلت فتصريح يجي هنا أو هناك دم يعني مش حيغير أي حالة وإنه كل هذه التصريحات بتتكلم عن إنه كان فيه مشكلة ويجب أن نفتح المجال دا ربما اللي يكون مختلف شوية لكن خلينا نروح لمحمد نبيل زي ما أسفوان قال وده اعتقاد كمان وكلام بيتكرر كتير من الناس إنه هامج الحرية الذي تركه مبارك هو الذي أدى إلى قيم الثورة إنه لما قال خليهم يتسلوا قامت الثورة لكن الحياة هم بيتجهلوا حاجة عجيبة جدا لأنه الثورة قامت بعد انتخابات 2010 اللي قرر إنه محاجش يتسل هو في 2010 قرر إنه يحكم البلد بسياسة الصوت الواحد إنه يجي برلمان مفهوش غير نائب واحد معارض لو تفتكر في إجمال البرلمان كله لما أفل الباب على كل الناس خرجت لكن من 2005 مثلا 2010 لما كان سايب الناس تتسل لها ما صليكش يتسل صحيح أنا يمكن أختلف مع صديق العزيز الصفوان يعني أنا عايز أقول إنه يمكن السيسي بدأ بالاستراتيجية دي بتاعت إنه ما يبقاش في مقاية مساحة خالص علشان يفضل مسيطر وأعتقد دي كان استراتيجية حتى الأجهزة الأمنية حواليه واللي هم شايفين اللي تسبب في سخوت حسن يمبرك فعلا أتفق في الحتة دي لكن أعتقد إنه في حد عائل وتمنى يعني وتحد عائل دلوقتي أدرك إن مساحة الحرية دي هي اللي سمحت لحسن يمبرك إنه يحكم 30 سنة إنه هو دلوقتي أنا بقول إن السيسي بدأ حكمه بشعبية أكتر من شعبية جمال عبد الناصر يمكن كتابت كذا الصبح ولكن في الآخر دلوقتي نحصلنا لمرحلة الأزمة بتاعت حسن يمبرك في الحكم 2010 بعد خمس سنين بس فأعتقد يعني في حد أو أتمنى وجود حد اللي أدرك إن مساحة الحرية اللي كان مسمعوا بها هي اللي وصالته إنه يقدر يعمل يحكم 30 سنة لأنه يعني لو خدنا مجالس مبارك كده طول وقت مجالس النواب أو مجالس الشعب لما كان اسم مجلس شعب وقتها كان دايماً في كتلة معارض رئيسية الوفد يتحلف مع الإخوان ويشكله كتلة كبيرة الإخوان ينجحوا بعدد كبير مثلاً في 2005 قبلها أحزاب كتيرة فعلاً كان بيكون لها مواثلين حقوقيين وجرائط قوية بالدفع عنها طول الوقت كان ده موجود ده موقف شغل في 2010 دايماً هنرجعتين ببرلمان 2010 أحمد عزل لما قال لا ده ما فيش حاجة والناس كلها مضفوطة وتمام الناس رجايا نزل فأنا متهيق لأن هما دلوقتي بعد الحركة الأخرى بتاع يوم الجمهة اللي فادة أدراكوا لا الإغلاق حيوصل لحاجة هم اللي موجود حتى لو هم شركوش حتى لو هم شركوش يعني صديق العزيز خالد داود مثلاً كان ضد النزول تماماً مش ههم علاء مثلاً علاء فتاح كان إيلا أخطب الموضوع أصلاً فالفكرة كلها هو فيه جهاز أو فيه من والوقود هما بيتبعوه حنقبضع السياسيين ولكن في حد فكر لا المشكلة مش سياسيين مشكلة مش إخوان مشكلة مش حقوق وحليات وخصة دي كلها الموضوع وصل لأن الناس مش لاقي أتاكم فبالتاني فيه حد قال يا جماعة غلط ومش هنفضل لمثل إن الوضع كويس حتى يعني بعد يوم الجمعة اللي فدت هتلاقي مزعين 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 زمدون زكرة أسماء يعني كلهم قالوا لا دا الدنيا تمام ونجاح والناس مؤيدة اللي بحيث دا أول يوم وربما نفس الأسماء دي يعني لو شفت مصطفى بكري مثلاً الأسبوع اللي فات ممكن أقول لك لا عمر أديب أحمد مصطفى بكري يعني الناس دي كلها عمر أديب نفسه كلم عن ضرورة الإصلاح وأنه لازم البلد تتنفس تاني يوم لا مش كنفس اليوم لا أنا أقصد بعدين أقصد منه في الأول كان كله بينكر أصلاً ليه لأن دا اللي هما كانوا تعودين عليه أو القادة اللي هما مثبتينها من من 2013 أو من 2013 أو 2014 يعني أنت مختلف معصفان شايف أن دي مؤشرات إيجابية أو مؤشرات بتقول لأن فيه شيء ما ربما يتغير هاته نصف مزعجي مني طبعاً يعني إحنا أخوات لا صبعاً لا لاختلاف الرأي لا يفسد الوضع قضايا صديقي لا أنا شايف لا أنا شايف لأن المراضي فيها تغيير حقيقي لأن الفكرة إن هو أول يوم يبدأ يكلم بنفس الصيغة بتاعت قبل 20 سبتمبر وبعد كده تاني يوم يبدأ يقول لا هذا الوضع ومحكين تحسينات وبتاع لأنه الطبيعي كان يفضل لك مفيش حاجة والحمد لله تماماً وانتصارنا وكل حاجة كويسة صحيح لكن لما يبدأ بيوم باللافس الصيغة القديمة تاني يوم يبدأ غير الصيغة يبقى حاجة وانا برضو سفوان مختلف برضو اسمح لي لأنه فيه فرق بين أنه أنا أقول أن مصر بلد القرن وبلد الحريات والنشطاء دول بيضع أنا ما كملتش كلام ممكن أكمل كلام أعم أنا هارجع لك بس أنا هوصل لك بس الخلاف ربما دول كانوا بيقولوا طول وقت أن مصر بلد قانون مصر دولة قانون ولكن محدش منهم قال أنه فيه مشكلة محدش منهم قال أنه ما فيه حريات وأنه نحن عايزين حريات ربما ده الفرق المراد طيب ممكن طبعاً 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 هو لازم بس ده برضو من وجهة نظري ممكن جداً أكون مخطئ بس أنا شايف ان طبعاً هو فيه مستوين فيه مستوى اقتصادي ومستوى السياسي والسيسي بعد أحداث الأسبوع الماضية سبتمبر وغضب الشارع الحقيقي فهو بيخاطب الطبقة الكادحة الناس الكادحين علشان كده الخطاب بتاعه بتاعه تغير بالبوست اللي كتبه وقال اللي هو يعني مدرك لمعاناة في في التموين البطاق بتقاطب التموين وإلى آخره فهو بيخاطب الشريحة دي ولكن لو بصينا على المستوى يعني المستوى السياسي هو بيصحك المعارضة هو قبض في اليومين اللي فاتوا على أكتر من ألفين واحد طلعوا مية ده هو آخر حاجة أنا قررتها طلعوا مية من ضمنهم عشرين طفل فقبض على كل رموز المعارضة على الجانب السياسي هو يعني قافل الحياة السياسية بالضبة والمفتاح ولكن هو عنده تخوف هو لامس إن فيه حاجة حقيقية ولكن هو بيخاطب الشريحة المهمشين والكادحين على المستوى الاقتصاد لكن على المستوى السياسي أنا مش شايف إنه حيحصل فيه أي تغيير نفس المنهج اللي بينتهجه طيب لو السلطة عايزة تعمل ده بجد لو هي الجادة فعلا في إن هي عايزة تعمل انفتاح ما حاسة إن فيه أزمة أو انسياسات خمس سنين اللي فاتت محتاجة تتغير إيه المطلوب منها إيه الأمارات إيه العربون يعني المفروض تقدمه مش للمعارضة لكن للشعب المصري بشي صفة عامة يقول إن هي جادة ده كإصلاح سياسي يعني عربون اللي هالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ده أول حاجة إحنا منطلب بدوة يعني أول حاجة تعمل حرية يعني الأحزاب أي حد من يعني بيمارسوا بيمارس العمل الحزبي بيتم اعتقاله العمل الحزبي في إطار القانون بيتم اعتقاله فهو يعني السياسة في عهد عبدالفتاح السيسي ماتت إكلينيكيا وهي حاليا على جهاز التنفس الإصطناعي فهو ما فيش أصلا سياسة فأنت علشان العربون ده تفرج على المعتقلين يفرض عن المعتقلين اللي هم يعني أكتر من ستين ألف معتقل سياسي وغير الألفين واحد على فكرة وفيهم ناس كتير جدا جدا ملهمش في حاجة يعني إحنا بتوع الأوتوبيس حرفيا ناس كانت رايحة أشغالها ناس يعني ملهاش أصلا في السياسة وتم الأبضى عليهم فيفرج عن المعتقلين ده كده يعني بداية أول حاجة يعمل أه كبداية يعني طيب محمد لهو جد خليني برضو ممكن يكون فيه حاجة بتدعم وجهة نظر صفوان خلينا نقلها ليك وهي علشان تقدم تنزليات أي طرف يقدم تنزليات يكون فيه أزمة حقيقة حس بخطر وجودي ربما حصل ده في مظاهرات 20 سبتمبر لكن بعد كده تم الدعوة لمظاهرات كبيرة يوم الجمعة ما نزلتش كان فيه منظاهرة أو دعوات أخرى النزول النهاردة ما حصلش أي حاجة فواضح أنه الأمور ما بقاش فيها ما يجعل النظام مضطرا لتقديم تنزليات النظام مش مضطر قدم تنزليات عشان الناس ما نزلتش لا لأنه هو مش هيقدر دايما يبقى عامل استعداده واخد عدد الكسيفة من أفراد الأمن والمعدات لما يفضلوا دايما موجودين لمنع التظاهرات دي حاجة مرهوقة جدا له فإنه هو ماسك البلب بالقوة دي وبالشدة دي دايما مش هيقدر فالفكرة كلها مش فكرة إنه هو مثلا دلوقتي أصلحة مظاهرة التانية ما جاتش التالت ما جاتش ما هيبقى الأم من الرابعة الخمسة السادس خصوصا إن الناس نزلت فعلا فإذا الناس عارفين إنه كان في الدعوات قريبة من الدعوات الأولى لأنهم ما نزلوا فيها فالناس مش هتنزل هم يدمنش إن الناس رايح شهر شهرين وبعد كي ينزلوا تاني طيب ما هم أدرك برضو إن الناس نزلت لأسباب اجتماعية أكتر منها أسباب سياسية فماذا لو قدم بعض الإصلاحات الاجتماعية قدم بعض الدعم لطبقات الأقل فقرا اللي هي اللي كانت الشريحة الأكبر من اللي نزلوا وفي ضليل الوضع السياسي على ما هو مش برضو المشكلة حقوقهم وإن الشعب يكون بعد ما نزل في الجمعة قبل اللي فاتت دي يكون عارف اللي احنا كنا منتكلم فيه من زمان إن الطريق ده طريق صحق ليهم وطريق استنزاف ليهم وتضحية ليهم في مقابل طبقة معينة هتعيش كويس وهتعيش في أصور وفرفاهية هي مش هتوصل لهم تماما فيعني دي السالة كنا احنا بنقولها قبل من حوالي 2014-2014 الرسالة دي دي وصلت دلوقتي فإذا الشعب وصلته الرسالة في 2019 إن السياسيين دول بيدفاعوا التمن مقابل إن عدالة اجتماعية للجميع وكلمة عدالة اجتماعية دي تبقى وصلت لهم ده تمن يعني أنا شخصيا وأعتقد الماس كثير من زمان هدي هنبقى ستوع هداء إن الرسالة دي وصلت لي ووصلت بقى الإصلاحات الاقتصادية دي إن هي هدتهم شوية دلوقتي لكن بعدين مش هيقبله يعني أنا بتكلم إن كان زمان قبل عشرين ستسمى هل أصلا أو الدولة أو السلطة أين كان المسمى بيملك رفاهية إنه يقدم إصلاحات اجتماعية لأنه ده هيكون فاتورة مكلفة في اقتصاد عند مشكلة كبيرة يعني أنا عشان أقدم بس أرجع المليون و800 ألف زي ما أعلن النهاردة للتموين لو في 50 جنيه بس لكل شخص فده رقم ضخم جدا لموزنة دولة فأنا عشان أعمل إجراءات اجتماعية محتاج سيولة ووضح أن هذا مش موجود هيعملها كده كده يعني ممكن يراجعي طبع الفلوس يعني أنا مش هايز أقول لك أنا أنا مش هايز أحبط الناس ولكن ممكن يتبع فلوس تاني يراجعي أعمل لأنه دخل في دائرة اقتراد ومن واضح أن ما فيش مفروع بس ما فيه قيود على موضوع طبع الفلوس ده في فترة أخيرة غصبا عنهم لأنه بعد كده ستبقى كارس لأنه حتى لو ترسل في اقتراض وطبع النقود وهو الناس جوه ما تعرفش بتقارير بتطلع من البنك المركزي للجهات الدولية فهتتمنى فممكن يخش في دايلاما أنه مش قادر يسدد اللي هو بيوعد به ونخش في مشكلة أكبر بكثرة كتير نتمنى أنه ما تحصلش ولكن من بعد 20 سبتمبر ومن بعد اللي حصل من الناس ده انتهت دولة أن الناس تاخد على دماغها وتسكت وأن هي ضحية عشان مصر وموت عشان مصر وقوة عشان مصر والمرحلة دي كانت قبل 20 سبتمبر ومرحلة أصلا بحرب الإرهاب ومرحلة أنا بقضي عشان الناس بدأوا يشوفوا أنه فيه إصراف في الإنفاق على جهات مش ذات أولوية يعني أنا أستحمل عشان البلد ما فيهاش لكن إن ألاقي البلد بتبني أصور وبتقول إنها هتبني تالي سماحها من نفس الشخص اللي كان بيقوله موت ووجوه عشان مصر وعندي مية ده اللي غير معادلة ربما دلوقتي الناس بعد ما سمت منه أنا مبني أصور وحبني أصور تاني وأنا في حين أنه بيدخم مني 50 جنيه دعم ده مش هيبقى مقبول بقى فناكتها حتى لو طلعت تستخدم نفس الخطاب ده تاني بعد كده الكرتب بتاعك ده تحرق عشان مصر لا انتهى عشان مصر هي الناس شافت بعيونها الأصول والشليهات والحاجات دي كلها مش هتبقى تستخدم لغة الخطاب دي تاني طيب صفوان خليني أنتقل لك بسؤال برض ربما يكون مؤسس لأنه دايما بحس إن في ارتباك كده في مفهوم المعارضة بفصائلها الواسعة يعني للتعامل مع النظام يعني لو افترضنا إن النهار ده النظام قررنا هو يفتح المجال العام وبعد دعوة للأحزاب إن هي تشاركت لا أحزاب بتقول إن هي مختلفة أصلا مع وجود النظام ولا تتعامل معه سياسيا أحزاب هتروح أحزاب هتزايد أحزاب هي عندها مشكلة شخصيات عامة فهل في موقف موحد أو حتى قريب من بعض فيما تعلق بإننا قابل أصلا أخذ إصلاحات من النظام ده ولا نضده بالكلية ومش عايزه في المطلق يعني أولا هو كل واحد وكل حزب بماشى على استراتيجية واحدة فهو حر فيها فهو أكيد ما فيش حد حيتطفق أو حيختلف كليتا يعني فينا هتلاقي ناس بتؤيد الفعل دوت وفي ناس بتعارض وده طبيعي يعني ما فيش مشكلة بس هي الفكرة كلها أن المفروض كلنا شواهد للي بيحصل يعني هو قالوا كده من 2014 و2015 آه تعالوا يا أحزاب يا معارضة نقعد معاكم ويبقى في على مائدة المفاوضات ونتحور ويبقى فيه مساحة وهامش من الحرية ولا في نفس التوقيت دوت يعني أن الأحزاب قعدت مع النظام كان بيتم القبضة على أعضاء الأحزاب والمستقلين والمعارضين فما عنديش أي شواهد بتؤيد الكلام دوت يعني زي ما قلت لحضرتك هو قبض على 200 2001 خرج 100 هل يعني هو دلوقتي ما فيش حد الناس بيتقابد عليها عشان لو ألا حاجة فهو سياسيا هو أفل الحياة السياسية بالضبة والمفتاح فما فيش أي شواهد أنه هو يعني يكون فيه مرونة أو يكون يدي هامش للأحزاب ومن تقريبا يا صفوان ما فيش حد خد 15 يوم تاني كل اللي كانوا مقبوض عليهم من غير ما اتحرت لهم شمحاضر يعني خرج لسه حتى زميلنا في موقع مصراوي كان محبوس من وقت التظاهرات خرج أيضا من غير تحت تحرير محضر أصلا هل ده ممكن يدي مؤشر يعني طب ليه كان بيدي الأول 15 يوم لكل الناس وفجأة بدأ يطلع كل الناس في رأي يا تامر هو أبض على ألفين فرد ألفين فرد دول عدد ضخمي جدا كويس أكتر من ألفين وأكتر من ألفين طيب جميل جدا وكل عن طريق المحامين كل وتحقيقات نيابة كل الناس أو الغالبية الكاسحة من الناس حرفيا احنا بتوع الأوتوبيس يعني واحدة ستة كبيرة رايحة مسكة شنطة اتقبض عليها في ناس تعبانة في ناس يعني معاقة تم القبض عليها فمن كل أطياف الشعب والناس فعلا ملهاش في السياسة وده كان واضح جدا في الإعلان فلما يتم الإفراج عن المتين فأنا شايف أنه دوت يعني ده مش طبيعي ده أصلا يعني ده قمة الجبروت لأن الغالبية الكاسحة من الناس أو غالبية أو بعض الناس ما عنديش حصر طبعا للكلام بس فيه قطاع عريض جدا الناس ده يتملهاش في السياسة فهو أصلا وملهاش أي ملف يعني سياسية إطلاقا فحي يعني يبقى من الغداء أنه هم يستمر في حبسهم وفيهم أطفال فليه فده طبيعي أنه هم يدهمش يعني 15 يوم هو الطبيعي طبعا اللي ما يتمش القبض على أي حد يعني في الوقت أنه هم يعني كان بيطمع المظاهرات وبيقبض على أكتر من ألفين واحد كان بيحشد بالأوتوبيسات وبالوجبات وبالفلوس ومن كل المحافظات علشان لدعمه يعني لدعم السيسي فأنا مش شايف أي شواهد بتدل على كده أو أي تحرك أو أي جدية من قبل النظام أنه هو يعمل انفراجة في المشهد السياسي طيب محمد لو هنتكلم على طبعا نتكلمت عن أنه النزول مش هو الحاسم أو مش هو الحاجة هو إيه ده رسالة في الأول أنه في مشكلة لكن برضو في رسائل برضو مهمة يعني مثلا لما تم الحشد للنزول يوم الجمعة اللي فات للمؤيدين الأعداد اللي نزلت يعني بأقصى التقديرات ما توصلش لتلاتين ألف بعد كل هذا الحشد الضخم جدا عنده مشكلة اقتصادية كبيرة جدا عنده مشكلة دولية كمان يعني عنده مراجعة مثلا ملف قول إنسان شهر نوفمبر الشهر اللي جاي على طول هل دي نقاط ممكن يعني مش عايز استخدم لو تستغل لها أو خلينا نقول تبني عليها المعارضة أن هي تدخل في يعني يبقى في شوية توازن في العلاقة لأن كان فيه اختلال كبير جدا في فترة اللي فات المشكلة بتاعة الفشل وفي الحشد دي يعني حتى كان أغلب الناس جالها إحباط بعد المظاهرات اللي تم قمعها الجمعة اللي فاتت زي ما أنت قلت كان ماشهد ممكن أعتقد يعني حنقول بالصدفة أن الكادر اتفتح في بردامج أحمد موسى فشفنا أن العدد يعني طلع أنه حوالي 20-30 ألف فإن النظام نفسه قدر فشل بعد اللي هو عمل ودائن لا وكان فيه ناس في وسطوم كمان بيتلعوا لو احنا خدنا 100 جنيه وجينا عشان نحن بس عايزين 100 جنيه لكن لا وغير كده فيه ناس في وسطوم كانوا لابسين يونيفورم وحلقين نفسه حلقة فخلينا نقول النظام ده بعد ما كان عنده شعبية جارفة في 30 يونيو وخلينا نعترف بداية يعني انكروا مش 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 وصلنا الحاجة وصل دلوقتي أنه حتى مديد نصر اللي هي أعتقد عدد سكان حوالي 500 ألف ناس مديد نصر أعتقد ده من بقى مصر كلها بالأوتوبيس بالقصة دي كلها جي 30 ألف واحد فهو خسران وتاني بول أتمنى أن يكون في حد حتى بيشوفنا نهارده يشوف يقدر يقول أنهما خسروا مش مجرد الفرحة بتاعتنا منعنا الناس من نزول تمام فكرة مراجعة مرف الحوو الإنسان والرد عليه ده مرتبط ده موضع بيحصل بقاله بس دايما مرتبط بقوة الدولة دلوقتي الدولة مش بنفسه القوة عشان تقدر أنها تخش بملفه عارفين انتهاكات بالمنظر ده تقول عندنا وبسبب الإرهاب ما بقاش عندهم القوة دي تمام شكرا جزيلا محمد نبيل عضو المكتب السياسي لحركة شهر 6 إبريل وشكرا أيضا للباحث السياسي صفوان محمد كنت معنا عبر الأقمار الصناعية شكرا لكم دايما أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة غدا بإذن الله حلقة كديدة من بتوقيت مصر نترككم بخير ونراكم غدا بخير شكرا لكم